احتفل نحو ثلاثمائة شخص من أبناء مدينة الموصل على وقع الترتيل والزغريد بإعادة افتتاح كنيسة أم المعونة الدائمة التي كان حولها تنظيم داعش الإرهابي إلى مقر لشرطته وعلى هامش ترأسه القداس الاحتفالي لمناسبة إعادة افتتاح الكنيسة قال غبطة بطريارك الكلدان في العراق الكاردينال لويس رفائيل ساكو نحن فخرون بعودة الكنيسة كدار عبادة ومركز روحي وتربوي وأضاف هذا بلدنا وهذه أرضنا وحتى لو كان عددنا قليل فنحن باقون وخلال الاحتفال بإعادة افتتاح هذه الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها إلى عام 1944 أنشد الحاضرون الترتيل وسط فرحة عمت جموع المؤمنين